السلام عليكم ورحمة الله الخامسة في تونس أهلا بكم مشاهدين في متابعة أخبارها جد حوالي ساعة الواحدة بعد الزوال حريق في طابق الأرضي من مقر الصندوق الوطني للضمان والحيطة الاجتماعية ليرجح وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أي يكون الحريق الذي جد في مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض الواقع بنفس المقر وهو بالنهج جوريس ناتج عن تماث كهربائي مشيرا إلى أن الوزارة فتحت تحقيقا إداريا لتحميل المسئوليات كما تعهد القضاء بالملف وقد أضف الوزير في تصريح أن الحريق اندلع في غرفة الأرشيف وبعض المكاتب وخلف أضرارا مادية كبيرة خصوصا على مستوى الحواسيب والمعادات الإلكترونية مسببا وقوع سقف من شدة التهاب النيران الوزير نفى أن تكون الأضرار قد لحقت مقر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مشيرا إلى تقصير أعوان الحراسة الذين لم يكونوا على عين المكان ساعة اندلاع الحريقة وقد أفد ناطق رسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة في اتصال الانهاتفين مع الأخبار أفد أن الحماية المدنية أرسلت ثلاث سيارات إطفاء وسيارة إصعاف وسيارة إنقاذ وقد تمكن أعوانها من إخماد الحريقة الواقع بالمقر الذي كان فارغا آنذاك ترجمة نانسي قنقر